قبل أكتر من 500 مليون سنة كان بيجوب محيطات العالم مفترس ناعم الجسم وشكله عكس أي كائن نعرفه النهاردة المفترس ده هو أنومالو كاريس خليني أقولك أنه بيعتبر على نتاق واسع أو المفترس قمة معروف بل أنه كمان كان أكبر صياد في العصر الكامبري رغم أن طوله بالكامل ما تعداش المتر تقريبا والزيادات الأمامية دي كان بيقبط بها على الفريسة وبمناسبة أننا بنتكلم على الفريسة فلوقت طويل كنا عارفين أن الصياد ده وجبته المفضلة والغنية عن التعريف طبعا سلاسية الفصوص ولكن الأبحاث الجديدة بتقول أن ألومالو كاريس كان أكتر من ضعيف بمعنى أوضح ما كانش قادر على تكسير إشرت سلاسية الفصوص القاسية معنى كده أن الكائن ده عوى الضحف بحاجات تانية زي السرعة وخفة الحركة والنظر واحتمال كمان تكون استهدفة حيوانات سريعة تانية بتمتلك أجسام نعمة حدث انقرات جماعة عظيم قبل 252 مليون سنة معروف باسم الموت العظيم الحدث ده قضى على أربعة من بين كل خمس أنواع أرضية وساب وراه فراغ بيئي كبير انتهى الأمر بالعديد من ناجيين علشان فيما بعد يسد الفراغ البيئي ويزدهروا كان من بين الحيوانات دي تانيس تروفيوس الزحف ده كان بطولة 6 متر رقابته بس لوحدها وصلت لتلاتة متر تم وصفه لأول مرة على إنه ديناصور لكنه في الحقيقة كان من الزواحف الشابهة بالأركصورات اللي عاشت في الدرياس الأوسط يعني قبل ظهور أول الديناصورات برضو كان بيتم الاعتقاد بأن وزنه تقيل جدا بحيث لا يمكن أبدا يكون كائم بري لكن الدرسات الحديثة بتقول أن معظم وزنه كان بيتجمع حوالين جسمه وبالتالي كان قادر يمشى على الأرض ما كانش فيه حيوانات كتيرة في أواخر العصر البرمي أكبر من سكوتسور وخاصة في روسيا القديمة الزواحف دي ما كانتش طولها بيوصل لتلاتة متر بس بل كانت تقيلة كمان بوزن وصل لألف ومئة كيلو جرام وزن سكوتسور جي من الطبقة السميكة أو من الدرع العظيمة اللي بيتغطي جسمه بالكامل ما كانش سريع أو رشيق وبالتالي الدرع العظمية اللي على جسمه كانت مصممة للدفاع عن النفس وبالأخص ضد المنافس اللادود إنسترانسيفيا وللحفاظ على حجمه الضخم كان لابده أنه ما يتوقفش عن الأكل سكوتسور من أوائل الحيوانات العشبة الكبيرة اللي مشت على الأرض كانوا متميزين فيما كان سيطر عليها من بعده ديناصورات نباتية شهيرة جدا نظرة واحدة على ديمتردون كافية جدا إنها تجذب نظرك للشراع اللي فوق ظهره ودي ميزة بيشترك فيها مع الشهير جدا سبايناصور بس رغم كده الوحش ده ما كانش ديناصور في الواقع بيرتبط بالساديات أكتر من الديناصورات ديمتردون كان لبعض الميزات بيتميزه عن الديناصورات وكان معظمها في الجمجمة خلف عينيه كان موجود ثقب ومتصل بعضلات الفك السفلي بالجمجمة ديمتردون وغيره من الساديات البدائية كانوا بيمتلكوا ثقب واحد بس لكن الديناصورات وأسلافها كانوا بيمتلكوا اتنين كان لهم كمان أسنان مختلفة لوظيف مختلفة بس على رغم من كده إلى أن كانت ميستو الأشهر هي الشراع ولفترة طويلة كنا معتقدين أن وظيفة الشراع ديمتردون هي تنظيمة لحرارة جسمه ولكن دلوقتي الاعتقاد الأكبر أن تم استخدام الشراع للتزاوج ولتخوف المنافسين وتخيل للحظة كده أن شراع سبايناصورس بيقوم بنفس الوظيفة تخيل أكبر ديناصور لاحم بيستخدم شراعه لتخوف المنافسين بحيث يبان بشكل أكبر